طيب شو نعمل يعني الخدام اللي فقدوا الرؤية واللي فقدوا التركيز والأولوية اللي فقدوا الحماسة المحبة الأولى التركيز على الهدف يعني شو فينا نحكي لهؤلاء الخدام دايما نسمع عبارة للأسف للأسف كتير بيذكروا هون أنه نورث أمريكا هي مقبرة الخدام مش عاوز نفكر التفكير حنقول لا لأنه البلد هون محتاجة أكتر من شوف في الشرق الأوسط الكنيسة عم تنمو والرب عم ببارك فعلا محتاجين نعمل شفت أنه هنا فيه احتياج كبير كبير في هذا البلد فشو اللي ممكن نعمله أنا طبعا عشان الوقت قربنا أنه خلص بس قصة مهمة جدا وأشجع الخدام أنه دايما يرجعونها من الوقت إلى آخر قصة إيلية واللي حصل معها لأنه مر إيلية كان إنسان تحت الألم مثلنا ودي حاجة مشجعة نقول رب بيقولك أنا حسس بيك وحسس بتحدياتك إيلية في وقت كان متحمس وبيعمل كل اللي يقدر يعمله عايز يخدم الرب بإخلاص وبأمانة وكل حاجة لكن كان فيه مواجهات وفي وقت من الأوقات واجه واحد أسماء إيزابل وبالرغم أنه الرب استخدمه وكان فيه اختبارات للمجد وشاف النار بتنزل وشاف إزاي رجوع إن الناس بتهتف تقول الرب هو الله رب هو الله وشاف نهضة لكن بعديها قليل بالرغم اللي شافه دوت مر بوقت كده يعني منحضر إنه إيزابل جات قالت أنا بكرة هعمل فيك اللي أنت عملته في أنبياء البعلي دوت والكتاب بيقول في ملوك الأول 19 إزاي إنه لما رأى ذلك مضى لأجل نفسه وطلع عند جبل حريبه وهربه كده بيوري إزاي إنه ممكن خادم يمر بظروف حاجة زي كده ويدخل طبعا هنعارفين في الوقت ده إليه دخل في حالة اكتئاب وخلاص كان هروبه ده إنه طلع برا الأرض لمكان الخدمة إنه كانه بيقول أنا حسيب الخدمة أنا مش هكمل بطريقة ديت ونشوف إزاي طريقة الرب الحلو الطيب اللي بيعمل ترميم للخادم ريستوريشن وبيرجعه مرة تانية بنشوف إزاي إنه إليه المفتاح اللي وقعه في الحتة دي إنه في 19 بيقول في ملوك الأول 19 بيقول كده لما رأى ذلك لما حط يعنيه على اللي قالته إزابل ابتدى يقع وبيقول كده مضى لأجل نفسه ابتدى يفكر في نفسه وأنا أعمل إيه وأنا حالتي وبيقول كده إنه إبل كذبة بيقول كده لما الرب سأله أنت بتعمل إيه هنا يا إليه قال له مالك هاهنا يا إليه فقال شوف الناس كلهم تركوا عبادتك يا رب وراحوا لعبادت البعل وكده وبقيت أنا وحدي وما فيش غيري وكل الناس سبوك وما فيش نتيجة في الخدمة ولا فيه ناس بتستفاد من الوعظ اللي أنا بوعظه ما فيش ناس بتتغير في الكنيسة ما بشوفش ناس بتقبل يسوع ما فيش صمر اللي أنا بعمله ما فيش أي حاجة الرب قال له أنت ليه مصدق كذبة يمكن أنت زهنك أو عينيك مش شايفة ده دلوقتي بس في رسالة روميا ييجي يقول كده أبقيت سبع تلاف رجبة لم تنحني اللي بعد الرب أعلن بعد كده زيه لا ده كان فيه سبع تلاف راجل ليه ما كانش شايف ده وأنا عايز أقولك إنه ممكن أنت ما تبقاش شايف مش شارط اللي أنت تبقى شايفه هو ده الواقع الحقيقة الإيمان اللي وراء الخدمة أنا عندي إيمان لأنه زي البذرة اللي بنزرحها ونفضل نسقيها بس مش شايف تغيير بس المية اللي بنسقيها بيا واستمرارنا في ساقي البذرة دي حييجي وقت ونشوف لا نفشل في عمل خير لأننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكل الإليا بقى الرب جميل قوي عمل إيه الرب عشان يرد إليا أول حاجة كده قال له ملكة هنا وقال له ارجع امسح ياهو نبي وامسح الملك الفلاني حزائيل ملكة على أشور على أرام على أرام آسف ورجعوا تاني لمكان الخدمة ملكة هنا يا إليا ده كان مع أنه كان فين يا أخ نزار كان في جبل حريب جبل الله نعم ممكن يبقى فيه ناس موجودة شكلها إنها في جبل الله جبل حريب في مكان روحي مستمرة بتخدم كده لكن أنت مش بتعمل للرب دعاك إليه عايز أدعو في فكرة أخ نزار قبل ما أنزل قريب المصر كده قلت لي أحلى شيء إنك تعمل للرب قال لك تعمله وأنا بكرر الرسالة اللي حضرتك قلت هالي قبل ما سافر مصر كده وأقولها لكل خادم أحلى شيء الترميم الحقيقي عشان أطلع من دوت أشوف إيه للرب عايزني أعمله أعمل للرب بيقوله لك أعمل للرب ما تكتفيش إنك تكون في جبل حريب جبل الله في مكان شكله حتصلي وحتاخد خلوتك وبتعمل أمور روحية الموضوع مش حاجات روحية بنختم نفسينا بعض فيها لكن ده إن أنا بعمل العمل الإلهي اللي رب طلبني أعمله فعلا واو يعني إليا مثل رائع جدا وبرضو نحن نتكلم على أضعاف الخدمة إنه فعلا الرب بارك إليا بعد هذا الاختبار اختبر حضور الله على جبل الرب وفعلا يعني استخدموا من خلال ناس حزقيل كان أداة تأديب على إسرائيل وياهو كان ملك كان أداة تأديب على بيت أخاب وطبعا أليشع يعني كان نبي عوض إليا وأخذ نصيب من روح إليا ضعفين وإليا اللي كان كئيب يعني اللي طلب مكتوب طلب الموت لنفسه هو اللي ما مات الرب طلعوا حي إلى السماء والنهاردة عايزين نعلن أنه باسم يسوع في ناس يحصل في حياتها زي إليا بالزبط أنه الرب ييجي يزورك حتى لو أنت في جبل حريب ويرجعك لمكان الدعوة مركز إرادة الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر